التنمية السياحية والثقافية اللي بتحصل في سينة احنا بنتكلم على متحف في شرم الشيخ تكلفته 812 مليون بنتكلم على تطوير الكورنيش في تور سينة 40 مليون بتكلم على أسر ثقافة شرم الشيخ 38 مليون بتكلم على أسر ثقافة العريش 35 مليون بتكلم على إنشاء مامشا أهل مصر في تور سينة 10 مليون إعادة افتتاح متحف السويس القومي بعد إغلاقه من سنة 2011 فتحته في سبتمبر 2014 بتكلم على في أغسطس 2015 عملت إعادة افتتاح لمتحف أثار الإسماعيلية بتكلم على تطوير شامل كامل لمدينة شرم الشيخ فحولت إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيا بقت فخر لكل مصر ابن اتباهى بيه كده نشان قد كده على سدرنا قدام كل دول العالم بالمناسبة مدينة آمنة 100% تاني شرم الشيخ مدينة آمنة 100%